أثار الموسم الدرامي الرمضاني بمصر جدلاً واسعاً مع الساعات الأولى لانطلاقه إذ تدخلت لجنة الرقابة على المصنفات الفنية للمجلس الأعلى للإعلام لوقف الحلقة الأولى من مسلسل الفنانة ليلى علوي بينما أثار الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الجدل السياسي والاستقطابة من جديد فيما تهافت النقاد على تدوين ملاحظاتهم على الحلقات الأولى لحوالي 35 عملاً يتم عرضهم في موسم واحد مدته 30 يوماً وفي هذه الفقرة نستعرض أبرز الأعمال التي لفتت لانتباه مع ضيفي الأستاذ رامي عبد الرازق الناقد الفني أهلاً وسهلاً بحضرتك أستاذ رامي أهلاً بك بشكل عام كده شايف الموسم الرمضاني هذا العام أخباره إيه؟ طيب مبداياً خلينا نقول أن من أبرز العناصر الملفتة في الموسم الرمضاني الحالي هو أن الجمهور وصناعة دراما مرة أخرى بدأوا يعتادوا فكرة وجود أكتر من ممثل في عمل واحد بمعنى أن خلال الـ 25 سنة اللي فاتت كانت سيطرة الإعلان أدت إلى أن أصبح المسلسل بيسوق أو بيعنون باسم النجم يعني يقولك مسلسل فلان مسلسل علان ليش باسم المسلسل والحقيقة أن أجيال كتير من المتلقي التلفزيون من الستنات ويمكن لغاية أواخر التسعنات كنا بنطلق على المسلسل اسمه عنوانه بنقول لالي الحلمية بنقول الشهد والدموع بنقول رقفة الهجان ما بنقولش مسلسل فلان أو علان السنة دي الحقيقة مع وجود أكتر من ممثل في عمل واحد عاد الناس مرة أخرى أو عاد الجمهور مرة أخرى يتحدثوا عن المسلسلات باسم أو عنوان المسلسل وليس باسم الممثل أو بين قصين النجم الذي يقدمه وأتصور أن دي ظاهرة صحية جدا وأنها يعني أنا ما باعتبرها الظاهرة أنا باعتبرها تصحيح أوضاع وأن تصحيح الأوضاع ده لو استمر خلال المواسم القادمة ده ممكن يفرق كتير أوي مع صناعة الدراما التلفزيونية في مصر لأنه سيعيد للعمل التلفزيوني على مستوى النص والإخراج وتكامل العناصر قمته الحقيقية وليس فقط أن يستمد قمته من اسم النجم أو النجمة اللي بيقدمه حال ده ليه علاقة بشركات الإنتاج؟ يعني الشركة المنتجة أو الشركة اللي بتستحوز على أكبر عدد من الأعمال الدرامية في موسم الدرامي وهي الشركة المتحدة هل لها دور؟ هل لعب الدور في عمل هذه التنويع؟ لا شك أن جزء من هذا تصحيح الأوضاع سبب توجه صناعة الدراما اللي هو طبعا المنتجين أو الجهة المنتجة على رأسهم لكن أتصور أن المسألة ليست فقط رغبة من شركة الإنتاج أتصور أن ما حدث خلال السنوات الماضية من هبوط أو تردي في مستوى العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية أي أن كان اسم الممثل أو النجم اللي بيقدمها هذا الهبوط أو هذا التردي كان سبب رئيسي في رأيي أن الممثلين وصناعة الدراما يبدأوا في الانتباه إلى أن أسماءهم فقط لا يمكن أن تنهض بقيمة عمل درامي وأن المسألة تحتاج إلى تكامل للعناصر وعلى رأسها طبعا النص والإخراج فبالتالي ما حدث في رأيي أنه تم الانتباه إلى هذا وتم الدفع بنصوص درامية تجمع عدد من الممثلين في النص الواحد دون النظر إلى أن كل ممثل من هؤلاء الممثلين لديه القدرة على أن يقوم بتسويق العمل بنفسه بالإضافة إلى أن شركة الإنتاج الأساسية اللي هي المتحدة بتسيطر على الكثير من شبكات التلفزيون يعني هي المنتج والموزع في نفس الوقت وبالتالي هي عندها قدرة على التحكم في مثل هذه السياقات لكن في رأيي برضو زي ما سبق وأشرت في البداية أن ده تصحيح أوضاع ومسألة صحية جدا نتمنى أن تتحول إلى سياسة عامة خلال ليس فقط الموسم الرمضاني ولكن بشكل عام حتى خارج الموسم لو تحولت هذه إلى سياسة عامة كثير من المشكلات التي وجهتها الدرامة التلفزيونية المصرية خلال السنوات السابقة ربما سوف تنتهي نعم استاذ رامي خلينا نبتدي من قرار المجلس الأعلى اللي كان في بداية عرض أو بداية الموسم الرمضاني واللي تكلم فيه عن وقف الحلقة الأولى من المسلسل لدنيا تانية اللي طبعا بطولة ليلة علوي لأنه لم يحصل على تصريح نقابة أو الجزء الحلقة اللي ظهرت لم يكن مصرح بيها الظهور نظرا لأنها بتتناول موضوع زنا المحارم وإنه ده كانت المجلس الأعلى كان متابع أو يعني حاصل موافقة على إذاعة كل الحلقات أو هو يعني أخدين موافقة منه على كل ما يزاع على الشاشات ولكن هذه الحلقة تم التلاعب أو تم عرضها بشكل غير قانوني تعليق حضرتك على ما جاء من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحقيقة أنا بتحفظ جدا على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأن هذا النوع من القرارات بيتعارض مع الحرية الفنية المفترضة في سياق أي عمل درامي أو في تقديم أي عمل درامي طبعا إحنا ما بنقولش إن المسائل تصبح منفالتة ولكن هناك ما يعرف بالتصنيف العمري وهناك ما يعرف برقابة النص أو قراءة النص بشكل متكامل أو قراءة ملخص النص للتعرف عليه فالحقيقة أنا شايف إن ما حدث مع مسلسل ليلة علوي أو تدخلات المجلس الأعلى للإعلام من البداية حتى من قبل ما الموسم يبدأ بنشر بيان للضوابط المفترضة مسألة الحقيقة ضد أي إبداع من أي نوع لأن ما فيش حاجة أسمها أن أحط ضوابط تحت مسميات زي قيم الأسرة المصرية أو الالتزام بالعداد والتقاليد أو بث المبادئ الإيجابية كل دي عنوين فطفاضة جدا سيد رامي سيد رامي البيان الخاص بالمجلس الأعلى للإعلام قال لتنظيم الإعلام قال أكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزناء المحارم هل ده معناه أنه جميع مسلسلات رمضان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان هناك لجنة أكيد للمتابعة وشاهدت كل المسلسلات وحزفت ما يتنافى أو مرأت أنه يتنافى مع الأداب العامة من الواضح من البيان أن هذا هو ما حدث وفي رأيي أن ده الحقيقة خطوة أو خطوات وسعة إلى الوراء يعني لأن كانت الدراما التلفزيونية تحررت من سيطرة هذا النوع من الرقابة مع انتشار القنوات التلفزيونية الخاصة والشبكات التلفزيونية الخاصة وكانت فقط رقابة التلفزيون المصري هي اللي بتميرت هذا النوع من الرقابة والحزف لكن للأسف الشديد بمنطق الرقابة التلفزيون في التمانينات والتسعينات عاد مرة أخرى فكرة مشاهدة جميع الحلقات وطلب حزف مشاهد بعينها حتى لو أخلي هذا الحزف بالسياق الدرامي بدليل مثلا أن صناع العمل أصدره بيان وقاله أن هذا المشهد سوف يتم تبريره دراميا في الحلقات القادمة وأن المسألة ليست أكثر من مجرد خطاف أو هوك بلغة الدراما بيجذب انتباه الجمهور وبيصنع صدمة أو مفاجأة من أجل أن يستمر الجمهور في المتابعة للتعرف على سر أو سير الأحداث تمسك المجلس الأعلى للإعلام بالشق القانوني اللي في رأي أنه هو ضيق جدا حيصنع حالة من التزمت ومن الخوف المستمر لدى صناع الدراما وبالتالي سوف يؤثر على المدى القصير والمدى الطويل في إمكانية ظهور نصوص قوية وجيدة لأن إحنا لو أخذنا هذا النوع من الضابط وطبقناه مثلا على أعمال زي أرابيسك أو زي الرايا البيضة أو أي عمل من الأعمال اللي إحنا شفنا فيها مساحة حرية ومساحة نقد اجتماعي ومساحة عرضة حتى لمستويات من الانحراف حنكتشف أن هذه الضوابط لو كانت موجودة وقتها لم تكن هذه الأعمال لتظهر إلى النور طيب أستاذ رامي خلينا أخذ نقطة تانية حتى أنهي الجدل في موضوع الضوابط وما إلا ذلك يمكن في نائب في البرلمان نائب محمد عبد الله قال أنه غالبية المسلسلات الرمضانية ودو من مواقع الحلقات التي عرضت البسيطة تعتبر بتفتقد إلى الالتزام بكل ما يتعلق بالقيام والتقاليد المصرية مشينا إلى أن هناك مشاهد فاضحة ألفاظ سيئة قيام السيدات في بعض المشاهد بأعمال إجرامية وصلت إلى القتل وده منافي تماما لما جاء في الكود الإعلامي الخاص بالمجلس الأعلى تنظيم الإعلام واللي كان نشر في الجريدة الرسمية منذ سنتين ده على ما جاء من بيان النائب وهو بيرى أنه ده بيتخطى يعني قيم الأسرة المصرية في عبارات بسيطة بترد على البيان الخاص بالنائب ده الحقيقة أن يعني البيان ده بيان مضحك في رأيي لأن ما يتحدث عنه النائب هي الدراما الدراما هي الانحراف الدراما هي الخطيئة الدراما هي الجريمة بدون هذه العناصر التي تمثل ترائق وسليب النفس البشرية في التعاطي مع العالم لن يكون هناك دراما يعني الدراما البشرية قصة البشرية بحد ذاتها قائمة على الخطيئة منذ آدم محول اللي كانوا عايشين في الجنة فبالتالي تصور وجود قصة بدون خطيئة أو بدون جريمة أو بدون انحرافات نفسية وتصور وجود قصص تتحدث فقط عن مجتمعات مثالية لا يرتكب فيها أحد جرائم ولا يقدم فيها أحد على أي أخطاء من أي نوع تصور غير معقول يعني ويكاد يكون عبثي كيف تصور النائب أن يكون هناك مثل هذه المسلسلات التي مليئة بالقيم والمبادئ ويتصور أن الجمهور سيتابعها طب الجمهور سيتابع أي مثلا المسلسل أبو العروسة أبو العروسة عرد قبل رمضان من ثلاث مواسم مسلسل بيتحلى بالقيم المصرية بيحاول يعلي من قيمة الترابط داخل الأسرة الوحدة الأب المتفاهم الأم الصامدة بجوار زوجها هي دي أعتقد القيم اللي بيتحدث عنها المجلس الأعلى تنظيم الإعلام فلماذا لا تتجه الأغلبية الأعمال لمثل هذه القيم وفي نفس الوقت أبو العروسة بحسب المشاهدات أو ما أعلنها كان فيه نسب مشاهدة ومتابعة عالية أبو العروسة بينتمي إلى فئة بنطلق عليها إحنا مسامرات درامية يعني خطوط درامية بسيطة ومشكلات اجتماعية بسيطة لا تتطرق إلى ما هو أعمق من ذلك ومشكلات أكثر يعني أكثر ظلامية في عرض النفوس البشرية ومشاكلها لا يمكن أن تتحول مشاكل المجتمع فقط إلى أن واحد عايز تجوز واحدة والاثنين من طبقات مختلفة أو أن واحدة مردت فجزها أوقف جنبها لغاية لما خفت أو أن بنت بتشتغل ومش قادرة تتجوز علشان ظروفها المادية مش قادرة يعني لا يمكن أن يتم اختصار مشاكل مجتمع زي المجتمع المصري بالكامل في الصورة التي قدمها أبو العروسة لمشاكل هذا المجتمع يعني هناك الكثير والكثير من المشكلات النفسية والإنسانية والمادية والسياسية والاقتصادية التي يمكن أن تتطرق إليها الدراما وطالما تتطرقت إليها الدراما على مدار عقود قبل ظهور المسلسل زي أبو العروسة فبالتالي فكرة أن يصبح أبو العروسة هو نموذج للمسلسلات التي ترسخ من قيم الأسرة المصرية في رأيي أنها فكرة بتتسم بخضر كبير من السطحية والاستخفاف بمادة مهمة زي المادة الدرامية وكأننا نتحدث عن مجتمع بلا جرائم وبلا انحرافات وبلا تشوهات نفسية وبلا مشكلات حقيقية ليست فقط مجرد المشكلات البسيطة داخل الأسرة المصرية بالعودة للموسم الدرامي هذا العام الرمضاني مسلسل حصل عليه جدل منذ البداية الإعلانات حتى في الأولى قبل عرض الحلقات وهو مسلسل الاختيار تلاتة باختيار الشخصيات بأنه مسلسل تاريخي يعتبر مسلسل تاريخي بيتعرض لفترة زمنية قريبة جدا من الفترة الحالية في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي هل انت شايف أنه مبدئيا هل المسلسل يصنف أنه تاريخي؟ في الحقيقة لا أنا شايف أن هذا المسلسل يصنف على اعتبار أنه هو مسلسل توثيقي يعني محاولة لتوثيق بعض الأحداث التي عاصرناها في العقد الماضي يعني في السنوات القريبة الماضية علشان نقول والله أن المسلسل ده مسلسل تاريخي يجب أن نبتعد عن هذه الحقبة نجيب محفوظ بيقولك أن المعاصر هو أسوأ مؤرخ ليه؟ لأنه قريب جدا من الأحداث وليس لديه القدرة على أن يبتعد عنها بحيادية ويعيد قرائتها مرة أخرى وبالتالي هذا المسلسل يصنف تحت بند أو تحت مصطلح الدراما التوثيقية والتاريخ دائما يكتبه المنتصرون يا أستاذ زرامي ما هو دي برضو من العناصر اللي ممكن تجعل المسلسل توثيقي أكتر منه تاريخي لأن لو اعتبرنا أن الاختيار هو محاولة لكتابة التاريخ من قبل الطرف المنتصر فده فيه يعني عدم حياد وعدم موضوعية بشكل كبير جدا وبالمناسبة النوع ده من الدراما لا يلتزم الحياد والموضوعية يعني لأنه بيندرج أيضا بجانب التوصيف الوثائقي إلى الدراما الدعائية أو البروباجندة بشكل أو بآخر ودي حاجة لا تعيبه يعني كثير من الأنظمة تقدم هذا النوع من الأفلام وهذا النوع من المسلسلات على مدار سنوات حكم أي نظام ولكن دي أستاذ رامي تعتبر سابقة من نوعها في مصر تحديدا أنه يكتب تاريخ حقبة زبرية معينة في وجود الرئيس الحالي يعني بيتحدث عن هو في منصبة المسلسل بيجسد شخصيته التي لعبها في هذه الفترة تعتبر دي أول مرة الحقيقة دي أول مرة تحصل وطبعا لم يكن يمكن أن تحدث إلا إذا كان هذا المسلسل قادم من قلب النظام يعني من داخل النظام نفسه وليس من جهة أخرى تتحدث أو تحاول أن تقرأ ما حدث يعني فبالتالي لم يكن يمكن أن يحدث هذا في مصر طوال حنقول مثلا أن السبعين سنة اللي فاتت من سنة 52 لغاية دلوقت لم يكن يمكن أن يحدث هذا حتى قبل كده يعني قبل 52 عندما كانت تتم الإشارة إلى الملك أو الأمير أو أي مصدر من مصادر السلطة بشكل أو بآخر كان بيتم الحسف أو المنع وعندنا يعني أكتر من تجربة معروفة في سنوات ما قبل 52 زي فيلم الصقر على سبيل المثال يعني فبالتالي هذه سابقة تحسب بالمناسبة لمن أنتجه المسلسل يعني حتى ولو كان الغرض منها هو التوثيق أو حتى لو كان الغرض منها هو الدعاية يعني من حق النظام أنه هو يقدم الدعاية الخاصة بيه لكن بالنسبة لنا نحن كالجمهور المكسب الرئيسي هو أنه أخيرا تم كسر الحاجز النفسي بين وجود شخصية الرئيس في الحكم ووجود نفس الشخصية على الشاشة طيب مسلسل آخر يمكن كان ليه أجزاء كتير جدا وهو مسلسل كوميدي الكبير حضرتك من الحلقات الأولى كيف تقيمه؟ الحقيقة في رأيي أن الحلقات الموسم الحالي أقل خفوتا يعني خفت من الأجزاء اللي فاتت خصوصا الجزء الرابع الرابع والخامس الحقيقة كان فيهم وصل الكبير لمرحلة عالية جدا خصوصا أنه اشتغل على منطقة ما كانش حد اشتغل عليها قبل كده كتير في المسلسلات التلفزيونية وهي منطقة البرودي أو المحاكاة الساخرة زي ما شفنا في الأجزاء بتاعت اللي كانت متصورة في تركيا على سبيل المثال أو اللي كان فيها محاكاة ساخرة لبعض الأفلام الشهيرة زي النمر الأسود زي أرماجادون يعني الحقيقة أن المنطقة اللي لعب فيها قبل كده أجزاء الكبير الأخيرة كانت منطقة طازجة جدا وحققت له نجاح كبير لأنها كانت مختلفة الجزء السادس فيها عودة لما قبل هذه الطفرة اللي أحدثتها الأجزاء الأخيرة وفي رأي أن العودة دي فيها ارتداد للخلف خصوصا أنه كمان فيه اعتماد على نوعية من الكوميديا مش كتير بتلاقي استحسان عند المتفرج المصري اللي هي الكوميديا المعتمدة على الإفهات المرتبطة بإفرازات الجسم أو بإشارات يعني هي بتسمى بالمصطلح الإنجليزي أو الكوميديا المقززة فبالتالي أنا لاحظت في الكام حلقة اللي فاتوا أنه فيه ميل ناحية هذا النوع من الإفهات أو ناحية المساحة دي من الكوميديا ما عرفش طبعا الحلقات القادمة لأن الكبير ده بيكتبوا أكتر من كاتب وكل مجموعة كتاب ليهم توجهاتهم في الحلقات لكن الحلقات اللي شاهدتها الحقيقة لم تكن بنفس درجة بريق الحلقات حيبان عموما في آخر الموسم الرمضاني خليني أروح لحضرتك لقصة تانية وهي سوتس مسلسل سوتس ويمكن كان حصل عليه ضجة كبيرة من بزو بداية الإعلان عنه وأنه مسلسل مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الشهير سوتس بأجزاءه الثمانية وصناع العمل دفعوا عنه بشكل جبير جدا قبل الانطلاق رأي حضرتك إيه بعد ما تم العرض؟ الحقيقة أنا شايف أن المسلسل ده هو ضمن السياق التقليدي اللي بقاله سنين مستمر في الدرامة المصرية وهي مسلسلات الفورمات والمرة دي يمكن المسألة بنفس السياق مثلا SNL بالعربي يعني اللي هو Saturday Night بالعربي وشايف أن المسلسل مش محقق يعني يعني يمكن الجدل اللي كان المسلسل محققه قبل ما يبدأ كان أكبر بكتير من الجدل أو من نسبة الأقبال تب رأيك ليه راهن عليه طريق الجنيني المنتج؟ بعد ما بد نعم ليه راهن عليه طريق الجنيني المنتج؟ منتج العمل لا دي سياقات انتاجية لها علاقة بأن النوع ده من الفورمات بيكون مربح بالنسبة للمنتجين لأنه هو بيضمن مساحة تسويق وبيضمن بيحصل على فورمات النص بأسعار مخفضة جدا ويعني هي المسألة مربحة انتاجيا وده سر إقبال المنتجين المصريين والعرب خلال السنوات الأخيرة على مسألة الفورمات فكرة ضمان الربح على مستوى التعاون الانتاجي مع أصحاب الأصول ومع أصحاب حقوق المسلسل الأصلي دي نقطة النقطة التانية بيعتمد على أن هناك قاعدة جماهرية للمسلسل الأصلي وبيلعب على فكرة أن هذه القاعدة يمكن أن تحب أن تشاهد هذا العمل من خلال ممثلين مصريين وباللهجة المصرية أو أن هناك من لا يعلم أي شيء عن هذا المسلسل وبالتالي هو يشاهده وكأنه يشاهده لأول مرة دون أي خلفية سابقة بالنسبة له من المسلسل الأمريكي يعني هي المسألة مسألة لعبة انتاجية أو توازنات انتاجية في المقام الأول لكن على المستوى الفني من الصعب تقييم هذا النوع من الأعمال لأن أنا تقريبا أتفرج على مسلسل مترجم أو مدبلج فأي رأي بالسلبة أو بالإيجابة يعود إلى أصل العمل وليس إلى العمل المأخوذ عنه يعني السيناريست في حالة سوتس مقدرش يوصلك للحالة المصرية لأنه ممكن أنا لقيت التقيب بصناع العمل وأكدوا كلهم على أنه هو مصري بامتياز استخدام اللغة حتى المصطلحات القانونية كانوا يعني رجعوا بيها للواقع المصري ممكن كان حتى اعتراضي أنه هل دي ما كاتبنا في مصر هل المحامي في مصر بتتسم بشكل قالوا 100% آه إحنا قعدنا مع محامين نفس الشكل الحقيقة أنا لو أفلنا الصوت في هذا المسلسل وتفرجنا عليه عمرنا ما حنتصور قبل أنه هو مسلسل مصري يعني في رأيي أنا وده عن تجربة يعني غالبية الأعمال اللي بتبقى مأخوذة بهذا الشكل وبيتم معالجتها في رأيي معالجة لغوية ليس أكثر غالبا لو أفلنا الصوت ما بنبقاش عارفين ده بيدور في أي بلد وممكن يبقى بيدور في أي مكان وأنا شايف أن دي بيتجرد من خصوصيته يعني حتى لو في هذا النوع من المحامين وهذا النوع من المكاتب فهو ليس النوع المعروف أو المنتشر بالنسبة لنا ده مساحة استثنائية يعني مثلا لو شفنا شخصية المحامي في مسلسل فاتن أمل حربي اللي هو الأستاذ شاكيب هنحس أن احنا عارفين المحامي ده وشفناه قبل كده ويمكن لو فتحنا بأبواب شوقنا يمكن نلاقي مكتب شبه مكتبه في الشقة اللي قدامنا لكن هذا النوع من المسلسلات أو أفلنا أو الكاتب إبراهيم عيسى وكمان المراجعة القانونية نهادة بالقمصان ومن هي نهادة بالقمصان يعني في العمل في محكمة الأسرة والقضايا الأسرية والمتعلقة بالمرأة فبالتالي المعالجة قريبة جدا من الواقع والشارع المصري مش بس المعالجة البيئة اللي بيظهر فيها من خلالها العمل البيئة المكانية شكل الشخصيات طريقة كلامهم طبيعة العلاقات ما بينهم كل ده يمكن تمصيره بشكل أفضل لكن بيبقى جزء من الاتفاق ما بين المنتج المصري والجهة الأصلية أن يظهر العمل كما هو أمريكي فبالتالي زي ما بقولك مجرد ما بنقفل الصوت بنحس أن احنا آخر حاجة ممكن نفكر فيها أن المسلسل ده ممكن يبقى مسلسل مصري أن احنا مش شايفين شكل البيئة المصرية اللي احنا المتعرف عليها بالنسبة لشرايح عريضة من الجمهور طيب أستاذ رامي خلييني أسألك بس ترد علي في كلمة إذا كان ده ممكن يعني لأنه في بعض النجوم كان عليهم جدل خلال السنوات الماضية لمشاركتهم في الموسم الرمضاني دايما يتعلق على أداءهم فخلينا أقول لك مي عمر هل اختلف أداءها منذ الأعوامل السابقة عن العمل الحالي؟ الحقيقة أن أداءها تراجع للأسف الشديد بعد ما كانت وصلت لمرحلة جيدة مع مسلسل الفتوة ريهام حجاج ريهام حجاج أصبحت خارج التصنيف للأسف الشديد بسبب يعني مشاكل كتيرة جدا في التعاطي مع النصوص اللي هي بتشتغل عليها ورغبتها في أنها تصبح الكل في الكل داخل العمل مي عز الدين مي عز الدين بتعيد اكتشاف نفسها مرة تانية بشخصية العيقة في جزيرة غمام وأنا أتصور أن هذه الشخصية هتكون فارقة بالنسبة للمي إذا استمرت على هذا المنوال في المواسم القادمة يسرى بعد خروجها عن السياق اللي كانت موجودة فيه خلال سنوات ماضية بأحلام سعيدة أنا بعتبر خطوة للخلف لأنها وصلت لمرحلة عالية جدا مع شربات لوز في هذا النوع في الكوميديا بالذات فبالتالي أنا معتبر أن أحلام سعيدة على مستوى أداء يسرى هو خطوة للخلف ليلة علوي في دنيا جديدة للأسف لم تكن العودة بنفس القوة اللي احنا تمنيناها خصوصا أنها قعدت فترة بعيدة عن موسم رمضان وبعيدة عن الدرامة التلفزيونية لكن الأزمة الأساسية هي في النص وليس في أداء ليلة علوي